محور الإعلامي وبالتالي أنت اللي محتاجة تخرجي بالحيز بتاعك لأن الإعلام دلوقتي أصبح عابر للحدود والقارات وبالتالي القضية أصبحت قضية تأثير يعني سيادات الدول اختفت أمام حجم الإعلام اللي موجود في أو التطور اللي موجود في حالة الإعلام اللي موجودة في العالم كله أنت شايف الإعلام المصري بأي درجة موسر؟ زي في مقابل قنوات تانية عربية ذات تأثير واسعة في العالم العرب ليه؟ مش موسر لأسباب كتيرة جدا أولا إحنا قررنا إحنا نتكلم مع بعض خلاص إنما أنا عشان أأثر في الآخر لازم أكون دارس الآخر إحنا ما درسناش الآخر شكله إيه إحنا عايزين يفهمنا بطريقتنا بس إحنا المفروض عشان نفهمه لازم يفهم بطريقته زي ما بالضبط كده أنت بتخط بالغرب بطريقة تانية خلاص أنت ما بتطلعي في أي فندق في أي دولة أوروبية على سبيل المثال بتجد أنهي قنوات اللي موجودة القنوات التي تنجح في التعامل مع هذه الدول بلغتها وبالتالي أنا أتكلم حتى على مستوى الشارع العربي الذي يتحدث لغة واحدة واللي إلى وقت قريب كان يعني يديم بولاء في المشاهدة للعالم العربي لأي درجة إحنا مؤثرين ولا أي درجة الشأن العربي مثار على شاشة أقول لحضرتك على حاجة خليني بس ديني بس فرصة كده دقتين أقول لك لأن أنا شايفك مستعجلة إحنا عايزين مع بعض إحنا دلوقتي عندنا إحنا عايزين أبدا أنا عندنا كم خناف العالم العربي ولي رقم كده لأ الحياة ما عنديش رقم إحصائيها 1300 قناة تمام من 30 سنة كده كان فيه خمس ست قنوات تلفزيونية في العالم العربي منهم التلفزيون المصري على سبيل المثال التلفزيون المصري في هذا التوقيت كان قناة الأولى بتطلع لحد الساعة 12 بالليل والقناة التانية بتبتدي الساعة 5 وتخلص الساعة 12 وعادة الأطراف في مصر ما بتشوفهاش تبتديك طبعا عن الوقت إنه كنت تصغنائت وغير عن كده مش كده معلش يعني في الوقت ده كان حالة المجتمع اللي موجودة في مصر وفي العالم العربي لما طلعت الفضائيات فأعملنا الفضائية المصرية وخرجنا بره المسألة دي فكان فيه تأثير ثلاث أربع قنوات دستوريون تأثير يكاد يكون إقليم خلاص حتى للمسلسل اللي كان بيجي 7 وربع لما يبقى فيه نقطة أو أفشة بتلاقي المجتمع كله تاني يوم بتتكلم عن نقطة دي مش كده وبالتالي انت بتفرجي على حاجة واحدة بتشوفي حاجة واحدة التنوع مش موجود بس في النهاية فيه تأثير على المجتمع كله النهاردة لما تقسمي الألف وتلتمائة قناة لو أنا هفترض أن حضرتك بتشوفي الألف وتلتمائة قناة بس الألف وتلتمائة قناة بس أنت عندك سوء مفتوح فيه أكتر من ألفين تلتمائة قناة تقدر تشوفي اللي أنت عايزها الأوبين بوفي فكرة الأوبين بوفي خلاص طيب يبقى حضرتك هتتفرجي على إيه على الحاجة اللي هتعلق معاكي وانت ماشي انت مش هتوقف يتفرجي كل يوم أنا هفتح على دريم فيبقى كل يوم بفتح على دريم لا ده أنا فتحت على دريم وبعدين بعد ديها بفتح على كذا وبعد ديها فالريموت كنترول هو البطل في عملية الإعلام دلوقتي يعني هايك شايف أن رلة التأثير هو حصل اسم عدد القنوات على التوقيت فقط ولا في عوابل تلك لا لأن احنا ابتديني نتنافس بشكل مختلف بمعنى إيه أنه يطلع موضة كده أن احنا جايبين لمسلسلات الترك فكل القنوات تجيب لمسلسلات الترك فبقى كله شبه بعضه نقطة تميزة بقيتش موجودة ففي حاجة في الإعلام مهمة جدا غايبة على معظم القنوات اللي بنشتغل فيها في العالم العربي حاجة اسمها تارجد جروب يعني حاجة اسمها أنا طالع بخاطب مين ما فيش حاجة اسمها قناة تخاطب العامة خلاص ده فيه قناة بتخاطب شريحة معينة وفيه برنامج بيخاطب فئة معينة وفيه برنامج فبالتالي أصبحنا بنتعامل في أنه أنا لو نجحت أن أنا أخاطب الفئة بتاعت دي بنسبة كبيرة يبقى أنا حققت هدفي بنسبة أكبر لأنه كمان ما فيش فكرة قياس لأبحاث للمشاهدة ولا للجمهور التارجد ولا حاجة معدلات المشاهدة كلها موجهة بزبط خلاص أنا بكلمك برضو بمنتهى الصدق أنا مبعرفش أقول كلمتين الأبحاث اللي عندنا كلها موجهة وبالتالي أنت محتاجة تعملي يعني مثلا أنا أقولك على حاجة لطيفة جدا في أحد القنوات عندنا بيتكلم يقول أنا دلوقتي قدامي فيه 42 مليون و300 مش عارف كم ألف وبتاع بيشوفوني عدهم إزاي؟ حضرتك جيبتها إزاي؟ لأنه بيتحك عن الناس ببساطة خلاص بحال الأبحاث اللي بتجرى عن الريتس لا ده بقول دلوقتي يعني حضرتك قدامي جهاز وهو بيزعلك على الهوى كده بيقولك أن المشاهدين كم قعد يا دي أنت وهو مش حاجة الكلام ده ما يحصلش إلا في حالة الكابل زي الولايات المتحدة الأمريكية أنك تعرفي كام واحد وفيه أنه هو الجهاز الميتر اللي بيتحط في بعض الدول موجود بيه هو مش موجود حتى الأبحاث الكلام ده مش موجود عندنا إزا إذا إحنا وصلنا بقى المستوى أنه المزيع بقى بيضحك على المستهدف بتاعه المزيع بس ولا أحيانا بعض الأطراف بتوجه معدلات المشاهدة لأي ما ده حقيق شخصيا بتاسق لما بتجيلك كده معدلات للمشاهدة أن ده نمبر ون وده نمبر تو وده نمبر تلاتين بتاسق في هذا ليه لأن زي ما قلت لك أن المعظمها موجه الهدف منها في النهاية أن أنا أقول يعني ما يطلع لي في سنة واحدة 3-4 قنوات بتقولك إحنا الأولى في المشاهدة مش كده هتسد دائمين في يوم هو الهدف منها إيه أن أنا بغلق قيمة الإعلام بتاعي مش كده صحيح طيب يبقى أنا النهاردة لازم يعني أبعد عن ده طيب أنا عندي قياس رأي حقيقي في المسألة دي لا يبقى لازم أعمل مسألة زي دي ليه أنا كمان عشان أنا كقناة أستفيد ما أنا لازم أعرف أنا وزني إيه في السوق حقيقي أنا مش باتحك عن ناس أنا لازم أعرف أنا وزني إيه عشان أبتدي أصحح من أخطائي وعيوب بفيش حاجة اسمها قناة تطلع لمجرد المزيعين والمعدين والمخرجين قاعدين بيشتغلوا كل يوم ما حدش دعوا بيهم لا لأ أنت لازم وراك في قياس للرأي العام عشان أشوف إيه الأخطاء وبعد نعود نصحح أخطائنا ونصحح الأداء إزاي فبالتالي المسألة دي مسألة خاضعة للعلم أكتر منها للهواء هرجع أكيد مع حدريك للنقطة زي والخاصة بفكرة التوجيه والإعلانات وما إلى ذلك لكن خليني أبقى شوية في النقطة المتعلقة بالتأثير لدينا عدد كبير جدا من القنوات هذه القنوات بعضها يعني يمكن تجربة الجزيرة مفترض أنها تكون درس للكسرين بما سويها وبما زياها كيف استطاعت قناة أن تحقق درجة من المصداقية بحيث أن ما تقوله يبقى أكثر تصديقا عند قطاعات واسعة بصرف النظر إلى ما قالت قليل الأمور بعد كده هل ترى أن فيه استثمار في الإعلام المصري في فكرة المصداقية ولا المسألة خطع الأحداث لدينا انتخابات لدينا ثورة تعالوا نعمل شوية قنوات إخبارية انتفت الحاجة نرجع للبرامج الترفيهية وبرامج الجن والعفاريت وكان الله بالسر علي دي مصيب تعاليك بتكلمي فيه مصيب إنما خلينا نبدأ من عند الجزيرة الأول الجزيرة ما بدأت تقريبا كان 96 صحيح كانت قناة منفردة اختارت نمط مش موجود في العالم العربي كله قنوات الأخبار عادتها أنها بتصرف ما بتكسبش صحيح خلاص وبالتالي هي قناة طلعة تقدم خدمة إخبارية 24 ساعة في الـ 24 دون أي قواعد وبالتالي ما كانش فيه حد زيها فكان فيه تميز يعني هنا بحست عن التميز في دور علاوة على المنتج نفسه كان شكله عامل إزاي يعني حتى اللوجو بتاعها كان ليه معنى اللي هو اللون الأزرق في الدهبي ألوان واضحة ونطقة الحجر في البحيرة الراكدة تنزل في البحيرة الراكدة وبعدين تطلع تاني فتبقى ظاهرة قدام الناس كلها إنها مهما تعرضت إنها تتخبو أو تطلع بس بتطلع تاني يعني بتنزل في البحيرة بس تطلع تاني وبالتالي هو بيعملك تأثير نفسي حتى باللوجو ترجمة نانسي قنقر